ساعدته بالدور الكبير الذي تلعبه شخصيات سعودية مثل الدكتورة حياة سندي في حياة المجتمع بشكل عام ومجتمع المرأة بشكل خاص هي كباحثة وعالمة دورها مثل دور أي باحث وعالم والمساهمة في تطوير المجالات العلمية والبحثية واكتشاف مجالات وآفاق كبيرة بالنسبة للعلوم وبالنسبة للبحوث وأيضا بالنسبة للاختراعات المفيدة للبشرية فأمثال الدكتورة حياة عملهم ليس مقتصر على بلدهم فقط وإنما هو على العالم بل على الإنسانية إجمع ولذلك نحن نفخورون بها لأنها أنجز للشيء الكثير في هذا المجال وعلى شرف الدكتورة حياة سندي أقام السفير السنوسي حفل عشاء رسمي بمنزله حضره لفيف من أعضاء السلك الدبلوماسي وأعضاء مجلس الشيوخ بالبرلمان الكندي وعلى رأسهم السيد نوال كينسلا رئيس مجلس الشيوخ الزيرة طبعا كانت الكندا لها كذا سبب من أهم الأسباب لها أنه كيف نقدر التواصل بين التواصل العلمي بين السعودية وكندا فزرت أمس القسم المستشفى في البحث العلمي وكان اللقاء مع العلماء هناك وناقشنا كيف نقدر نساهم في ابتكار أبحاث جديدة للتشخيص وتسخير العلم لحاجة أفضل من ناحية الطبية واليوم كانت طبعا اللقاء رائع جدا مع الطلبة والطالبات السعوديات في جامعة أتوى كان جدا يعني اللقاء أعتقد من ناحية أني مسمر لأنني سمعت منهم أفكارهم وأراءهم ما شاء الله شفت جهودهم الجبارة ومثابرتهم واليوم الآن في بيت ساعة السفير أسامة السنوسي بوجود هنا في مقابلة طبعا الجالية الكندية من ناحية السنة حاوس حينو كمان يتعرفوا على يعني أكثر عن السعودية هي إيش وهي مين وحن كمان نتعرف عن انتباعهم عننا فكان طبعا لازم تكون هذه حلقة التواصل كيف نقدر نلقي التقاء يعني نجحة النظر ويفهموا ونيفهم عنها من حتى لأنه أولادنا وبناتنا هنا ونحب يكون دائما إن شاء الله على العلاقة يفهموا عننا نصحها إن هي مين السعودية وإيش أن تقدر تعطي للعالم وفي كلمة لبرنامج أمنيات أشار الدكتور أندرو بادموس رئيس الكلية الملكية للأطباء والجرحين الكنديين أشار إلى تطور العلم في المملكة العربية السعودية وضمن ذلك دور ابتعاث الأطباء والطبيبات السعوديين إلى كندا وإنجازاتهم خلال السنوات الماضية صورة لعلموسائي well the Saudi physicians in Canada for the last 30 years have provided a lot of clinical service and really excellent contributions to our health care they've also contributed to science and it's particularly gratifying to see such a sterling example of scientific accomplishment is Dr. Hayat El-Sindi she's had marvellous success both in the scientific and the business community and she's really an excellent representation of all the power and the possibilities of Saudi Arabia and Saudi female physicians and scientists. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة